بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب اليوم راح ناخد example 4 المطلوب مننا write a pool of quantities bq for the following work items of the building showing below according to the unified standard guide for quantitative مطلوب هو عمل جدول كميات البلو كوانتيتي الخاصة بالبنائة تفاصيلها موجودة ادناه وحسب الدليل قياسي موحد التفاصيل هي مطلوب من عندنا حساب كميات excavation work اعمال حفريات bedding with 0.08 meter thickness of crushed brick طبقة من الطابق المكسر بسمك 8 سنتين concrete works for the foundation اعمال خرسانة للأساس building with a brick under the damp proof اعمال بناء بالطابق تحت منع الرطوبة والطلب المطلوب الاخير هو damp proof concrete work اعمال اه منع الرطوبة البناء مالتنا متكونة مثل ما ده شوفون من غرفتين خمس خمسة بسبعة واربعة باربعة ما اخذ section بالبنائة بالجدار لاحظوا بما انه section واحد اذا هذا يمشي على كل الجدران الموجودة على كل الجدران الموجودة section هو مقطع بالجدار حتى يمطيني التفاصيل الانشائية للجدار تفاصيل انشائية للجدار عدنا طبقة من الطابق المكسر وخرسانة خرسانة للأساس بارتفاع بارتفاع 0.25 عدنا بناء بالطابق بارض 48.84 يعني طابق 2 بالطول وعدنا 36 يعني طابقة ونص و24 يعني بعرض طابقة بعدين عدنا مانع الرطوبة او نسمي طبقة مانع الرطوبة اللي ادام proof course احنا عدنا طريق تينقلنا لحساب اطوال الاسس method of entrance and exist of centers اللي احنا نسميها طريقة المقاطع او طريقة البروز وهذه حاليا للاطلاع فقط رح نشتغل على طريقة center to center رح اجي انزل السناتر للجدران طبعا حتى انزل السناتر رح اوصل هاي النقطة رح نشير الابواب هاي نرفعها الابواب وهذه ايضا رح وهذا الباب ايضا رح ارفعه رح نوصل الجدار حتى نحسب center to center لان احنا تحت مانع الرطوبة ما عدنا لا جدران ما عدنا ابواب فوصلت مثل ما تشوفون وصلت هاذي النقطة وصلت هاذي فصار عندنا بناي مانتنا بهالشكل اجي انزل السنتر لان لكل الجدران واحسب الكمية او طول الاساس لاحظوا طول الاساس وراح يفيدنا بحساب كمية طابق المكسر الخرسانة الاساس البناء بالطابق تحت البتلو هاذي كلها تفيدنا وايضا بطبقة البتل نجي نحسب احنا رح ناخد القطع العمودي والقطع الافقية القطع الافقية اذا نحسبها عبارة عن مننا الهنا هي 0.24 على 2 من هنا الهنا هي 4 يعني 0.24 على 2 زائد 4 زائد 0.24 زائد 5 زائد 0.24 على 2 يمكن احد يسأل يقول ليه هاذي 24 شمادريني انا هاذي 24 احنا دائما يكون ارض البناء ارض الجدار بالبلان هو لآخر جدار او لأعلى جدار موجود قدنا اللي هو ارض 24 هاذي لو نلاحظ هاذي القطعة لو هاذي هسألو خليه نشوف هاذي النقطة هي نفسها هاذي هاذي القطعة الهنا هي نفسها هاذي القطعة منها الهنا اذا ساتعدنا هاذي القطعة وهاذي القطعة بنفس الطول قدنا القطعة منها من هنا الهنا هي نفسها من هنا الهنا اذا هاذي القطعة الافقية هي مكررة عدنا هنا اللي هي هاذي القطعة plus هذه القطعة إذن صارت عدنا هذا الطول اللي حسبناه قبل شوية فيه جد فيه اثنين لأن عدنا هذه القطعة الثانية القطعة العمودية عدنا قطعتين القطعة الأولى هي point 24 على اثنين plus 7 إلى هنا plus point 24 على اثنين هذي متكررة مرتين هذي القطعة عدنا وعدنا هذي القطعة زائدا القطعة الأفق العمودية هذي اللي هي point مننا إلى هنا point 24 على اثنين زائدا أربعة زائدين point 24 على اثنين فصارت عدنا مثل ما تلاحظون أربعة زائدين point 24 على اثنين في اثنين هذي الاثنين هذي الاثنين هي تابعة للأربعة عشرين وليس للأربعة يعني point أربعة زائد point 24 على اثنين في اثنين وهذي القطعة هي مكررة مرتين وهذي القطعة مكررة مرة واحدة فراح تكون النتيجة سبعة وثلاثين point six eight متى حسن يجي تعلمنا احنا بالمثال السابق شون النقص بنقاط التقاطع لاحظوا احنا هنا دا تشوفون هنا صارت قدنا حرف T احنا لو نتصور بانه دا نحفر محيط الجدران محيط الغرفتين يعني راح احفر هاذي واحفر هاذي واحفر هاذي واحفر هاذي واحفر هاذي يعني بالضبط هيت راح يصير قدنا الحفر اللي هو محيط محيط الغرف نيجي بعدين نحفر تصور بانه وحنا جينا نحفر الطبقة نحفر القطعة العمودية قلنا راح نحفر هالشكل هاذا المحيط قدنا كامل دا نحفر هاذي نحفرت هاذي نحفرت هاذي نحفرت نيجي نحفر منه الطبقة العفو العمودية القطعة العمودية الوسطية احنا هاذي كلها حفرة اذا ادنى منه بقت بقت هاذي الهنا احفرها هاذي الهنا احفرها طيب هاذي اصلا محفورة وهاذي اصلا حفرته اذا من اجي احفر رح اصر ادنى نقاط التقاء اللي هي مثل حرف تي هاذي حرف تي وهاذي حرف تي فاذا هاذي القطعة هاذي القطعة هاذي القطعة الداخلية العمودية رح نحسبها احنا center to center رح نصر ادنى point 2 4 على 2 زائدن اربعة زائدن اربعة زائدن point 24 على 2 احنا هاذي اصلا حفرية وهاذي اصلا محفورة فاذن شو رح نقص ما رح نعيدها مرتين الحفر فرح نقص بمقدار شقد بمقدار لان احنا ده نوصل center to center لو تشنت ما اخذ center to center الى هنا مثلا من نحسب زين فما رح انقص هاذي القطعة بس احنا ده نشتغل center to center فاذا رح انقص شقد رح انقص بمقدار شقد اني حافرة او شقد باني لو نجي على عرض الاساس point 9 عرض الاساس point 9 اللي ويشمل منو يشمل فرش طبقة من الطابق المكسر وخرسانة الاساس رح نلاحظ باني اشقد عرضها point 9 يعني كأنما اني حفرت بعرض point 9 اذن هاذي ما عدنا بيها اي مشكلة هاذي ثابته center to center لكن center to center من اجي لعرض اساس point 9 اذن لازم انقص من عدها شنو انقص من عدها هاذي القطعة اللي عبارة عن point 9 على اثنيا وهاذي اللي عبارة عن شقد point 9 على اثنين بالجدار عرض 48 هاذي يعني كأنما اني بنيت بعرض point 84 فمن اجي احسب center to center ايضي انا في السرح تبقى عندنا 4 زائدا point 12 زائد point 12 لكن لو اتخيل بينه هذا الجدار مبني لو اتخيل هذا الجدار مبني تخيلوا هذا الجدار مبني وهذا الجدار مبني فمن اجي احسب center to center زين من احسب center to center لازم انا قص منه شنو لان انا ما معقولة رح احسب center to center هو اصلا مبني يعني هو مبني بس مبني بعرض جد مو 24 مبني بعرض 48 فمن اوصل لسنتر مالتا انا حسابي لازم ارجع انقص لان احنا هذا مبني مبني كامل اذا انا اقص بمقدار point 48 على 2 و point 84 على 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 10 19 30 40 50 40 40 على 2 وايضا هنا لما بنية هذه ما معقولة رح ابني اوصل لهنا لا رح ابني اوصل لهنا فايضا شنو انقص انقص 0.36 على 2 وكذلك بالنسبة للعرض 24 يعني كأنه معاني بنية اسا هذا الجدار مبني وهذا الجدار كله كله مبني فمن اجي ابني من اجي ابني هذي القطعة احنا دناخذها center to center هذي القطعة فمن رح ابنيها ما معقولة رح اجي افلش واطب للسنتر فاذا نوصل فقط الهنا فاشقد رح انقص رح انقص هذي القطعة اللي اجقد طولها 0.24 على 2 وكذلك هذا عدنا مبني فمن اجي اريد ابني هذي رح تكون عندي التقاطع هو هذا مبني فاذا ما رح احسب انا الى هنا الى هنا لازم شنو انقص انقص ال 0.24 يعني انقص هذا الجزء اللي هو 0.24 على 2 وتكون عدنا الاطوال بالشكل هذا اللي سجل